اشتركوا في القناة السلام عليك يا سيدي ومولاي أمير المؤمنين وسيد الوصيين السلام عليك وعلى ضجيعيك آدم ونوح الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نرفع آيات التهاني والتبريكات إلى مقام النبي صلى الله عليه وآله وإلى الأمة الأطهار لا سيما الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف وإلى مراجع الدين وإلى المؤمنين الكرام بمناسبة الولادة الطيبة للإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه الإمام الرضا هو الإمام الثامن من أئمة المسلمين الذين نصبهم النبي صلى الله عليه وآله بأمر من الله تعالى خلفاء وأئمة وأوصياء وقوامون على الدين من بعده الإمام الرضا هو علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فهو بهذا النسب الرفيع الذي لا يدانيه النسب في الدنيا حيث ينتهي إلى أمير المؤمنين عليه السلام من جهة الأب ومن جهة الأم ينتهي إلى فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وآله أمه السيدة الجليلة المباركة الطيبة العابدة تكتم أو نجمة أو أروى أو الخزران وبعض أيضا يقول أم البنين فهي لها عدة من الأسماء كما ورد في التاريخ وبغض النظر عن تعدد الأسماء فقد ورد في التاريخ بأن لها صفات المؤمنين لها الصفات الطيبة وكانت من النساء العابدات كانت قد نهلت تلك العلوم وتلك العبادة من الإمام الكاظم صلى الله وسلامه عليه حتى أنها ورد في شأنها عندما كانت ترضع الإمام الرضا صلى الله وسلامه عليه طلبت مرضع للإمام فقيل لها هل جف اللبن قالت لا ولكن لدي أوراد والرضاعته تؤخرني أو تبعدني عن تلك الأوراد فهي بهذه الكيفية من العبادة بهذه الصورة من المحبة العبادة لله سبحانه وتعالى كيف لا وهي التي أختيرت لتكون أمًا لعالم آل محمد عليهم أفضل الصلاة والسلام ولد في المدينة المنورة في مثل يوم غد في اليوم الحادي عشر من شهر ذي القاعدة من سنة 148 هجرية حيث ذكرت المصادر على أشهر المصادر أن ولادته كانت في 11 من شهر ذي القاعدة من سنة 148 هجرية وهي نفس السنة التي توفي فيها جده الإمام الصادق صلى الله وسلامه عليه تربى في حجر أبيه الإمام الكاظم صلى الله وسلامه عليه ونهل من علومه وعاصر الإمام الكاظم صلى الله وسلامه عليه إلى أن توفي الإمام الكاظم صلى الله وسلامه عليه فانتقلت إليه الزعامة الدينية والرئاسة الأمور الدينية انتقلت إليه الإمامة وذلك في سنة 183 هجرية حيث كانت شهادة الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه له العديد من الألقاب منها الهادي الرضي الزكي الرضا وغيرها من هذه الألقاب عالم آل محمد أيضا من هذه الألقاب التي ذكرت للإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه وأيضا الرؤوف كما أورده بعضهم في الزيارة المنسوبة إلى الإمام الجواز صلوات الله وسلامه عليه السلام على الإمام الرؤوف وهذه الصفات صفات الإمام علي بن موسى الرضا أو باقي الأم عليهم أفضل الصلاة والسلام إنما هي مشتقة من أفعالهم من سجاياهم من طبائعهم بعض الأحيان إنسان يتخذ صفة معينة يسموه الناس بصفة فلانية كذا ولكن هو في الحقيقة في الواقع غير ذلك بعض مثلا يُسعبر عنه بأن فلانا صادق لكن عندما تأتي إلى تفاصيل أو جزئيات حياته تجد أن هذه غير منطبقة تماما عليه لكن عندما تُطلق هذه الصفة على أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام تجدها منطبقة تماما بحيث أن شخصية المعصوم عليه السلام ظاهرها لا يُخالف باطنها الظاهر والباطن عندهم سوا فعندما نقول الإمام الفلان يُلقَّب بالصادق فهو صادق حقيقة وواقعا لا يختلف أو لا تتخلف هذه الصفة عن أفعاله فكذلك الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه عندما تُطلق عليه تلك الصفات فهي حقيقة وواقعا واتصف فيها وأُخذت من صفاته ومن أفعاله عليه أفضل الصلاة والسلام من كُنى الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه أشهر الكُنى حيث كني بأب الحسن الثاني وذلك تمييزاً له عن كُنية أبيه الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه حيث ورد في الأخبار بأن كُنية الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه هي أيضاً يُكَنَّ بأب الحسن لذا عندما نقرأ في الروايات في الأخبار عندما يرد هذا اللفظ عن أبي الحسن الماضي أو عن أبي الحسن الأول فيُقصد به الإمام موسى بن جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام لأن لدينا العديد من الأمة كانت لديهم هذه الكنية وهي أب الحسن الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه ويُقال له الإمام أبو الحسن الأول والإمام الرضا علي بن موسى أبو الحسن الثاني والإمام علي بن محمد الهادي عليه السلام يُقال أبو الحسن الثالث تمييزاً عن بعضهم البعض طبعاً لدينا الكنية أو الاسم الذي كان يُكنَّ بها بها الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أيضاً أبو الحسن النسبة إلى الولد الصبط للنبي صلى الله عليه وآله الإمام الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه فهذه الكنية ويُقال أيضاً بأنه لشدة محبة الإمام الكاظم عليه السلام بأنه نحله كنيته وسماه بإسم أمير المؤمنين عليه السلام في واحدة من أقوال الإمام الكاظم سمي جد أمير المؤمنين أو سمي جده الإمام أمير المؤمنين عليه السلام وهذه ظاهرة أي أنه تعلق الأئمة أو أهل البيت عليه السلام بهذا الاسم المبارك اسم أمير المؤمنين عليه السلام علي له دلالات كثيرة لذا نلاحظ أن الإمام الحسين عليه السلام كان العديد من أولاده بهذا الاسم علي ولديه علي الأكبر وعلي الأوسط وعلي زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه علي الأصغر أيضاً فهذه الأسماء كانت لها دلالات عند أهل البيت عليهم أوضل الصلاة والسلام حتى أن أحد أعداء أهل البيت عليهم السلام التفت إلى هذه الظاهرة وخاطب الإمام زين العابدين عليه السلام قال لماذا كانت هذه التسمية لعدة أولاد لو لعدة إخوان من قبل أبيك فقال نتيجة تعلق أبي وحب أبي بأبيه أمير المؤمنين كان يسمي بذلك ولو ولد له أكثر من هذا لسمى جميعهم بعلي وهذه لعله أيضاً واحدة من الوسائل التي كانت بمثاب الرد على محاربة بني أمية لأمير المؤمنين عليه السلام بحيث أصدر معاوية بن أبي سفيان كما تذكر الأخبار من الفريقين من كتب الجمهور ومن كتب الخاصة أتباع أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام بأنه منع التسمية المولود بعلي وأيضاً أن يكنى أن يسمى علي ويكنى بأبي الحسن حيث أصدر التعليمات بمنع ذلك فكانت أيضاً هذه واحدة لعله من الأساليب التي تبعها أو اتبعها الأمة صلوات الله وسلامه عليه على كل حال فكان الإمام علي الرضا هو سمي لجده الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وأيضاً من ألقابه المهمة عالم آل محمد عليهم أفضل الصلاة والسلام وذلك لأنه اشتهر عنهم طبعاً في كل زمان يكون الإمام المتصدي هو عالم ذلك الزمان فالإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه كان أعلم أهل زمانه وكذلك في زمانه وكذلك الإمام الصادق وكذلك الإمام الباق وكذلك الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه كان أعلم أهل زمانه ولكن لأنه انتشرت العلوم الكثيرة عن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه ونتيجة ما أظهره من كنوز وعلوم أهل البيت النبي صلى الله عليه وآله كان هذا اللقب المشتهر وذلك من خلال ما قام به الخليفة العباسي المأمون العباسي من عقد المناظرات والاحتجاجات في ديوانه آنذاك كان يجمع علماء المذاهب الأخرى والأديان الأخرى ليناظروا الإمام علي بن موسى الرضا علّ وعسى أن يجد عزا عند الإمام عن الجواب ليسقط الإمام الرضا عليه السلام في أعين الناس ليبرهن كما يريد طبعا أن علم أهل البيت عليهم السلام مأمة البيت ليس علما لدني وإنما هم كسائر البشر يعلمون شيئا ولا يعلمون آخر فكان هذا الغرض من عقد المناظرات ولكن نجد أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام كان يجيب عن تساؤلات هؤلاء وكل قد اعترف بعجزه وطلب العلم من الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه وهكذا جميع أمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام نلاحظ أنهم عندما يسألوا سؤالا من خلال مناظرة أو من غيرها نجدهم لا يتأخرون في الجواب هناك نلاحظ بعض العلماء بأنه يطلب المهل في الإجابة ليوم أو بضع يوم أو غيره أو يتأخر فترة من الزمن حتى يجيب لكن هذا لا نجده عند أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام لم يسجل لنا التأريخ أن أحدا من أئمة أهل البيت عليهم السلام تأخر عن جواب سؤال صدر من مسلم أو غير مسلم من ناصبي أو ملحد أو غيرهم لا نجد في التأريخ أنه سجل بأن الإمام لم يجب السؤال الفلاني بل أنه تأخر في الإجابة نجد أن الإجابة حاضرة عند أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام وهذه من المميزات والخصائص الإلهية لهذه الأشخاص لأنهم الأدلاء على الدين لأنهم خلفاء النبي صلى الله عليه وآله لأنهم القوامون على دين الله سبحانه وتعالى فالإمام الرضا لقب بعالم آل محمد نتيجة ما ظهر على يديه من العلوم الكثيرة التي عقدت من أجلها المجالس نحن نجد في التأريخ بأن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه قضى شطرا من إمامته في المدينة المنورة لعله 17 سنة من مدة إمامته مدة إمامة الإمام الرضا عليه السلام 20 سنة بعد وفاة الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه في سنة 183 هجرية انتقلت الإمام إلى الإمام الرضا عليه السلام واستمرت إلى يوم وفاته استشهادي في سنة 203 فما يقارب من 20 سنة هذه مدة إمامة الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه ف17 سنة قضاها الإمام في المدينة يذكر ذلك أهل التاريخ على لسان الإمام الرضا عليه السلام بما مضمونه يقول كنت أجلس في المسجد وكان العلماء عندما تعوقهم مسألة أو تجابهم مشكلة في الأحكام يرجعون إلي فأبين لهم ما اشتبهوا فيه أو جهلوا ذلك مضمون هذه الرواية عند كلامه وإظهار شخصيته للخليفة العباسي في محاورة ومحادثة دارت بين الإمام الرضا عليه السلام والمأمون العباسي آنذاك فبقيت هذه الفترة إلى سنة 211 هجرية استقدمه المأمون العباسي إلى مقر حكمه في مرو إلى خرسان وبقي هناك مدة من الزمن لعله بقي هناك سنتين في تلك المدينة في خرسان وكان المأمون يجمع رؤساء المذاهب الإسلامية ويناظر الإمام الرضا عليه السلام على التوحيد وعلى الإمامة وغيرها وكذلك جمع من بقية الأديان مثلا رأس الجالوت والجاثليق من أهل الكتاب ورأس الصابئة وغيرهما من العلماء الأديان الأخرى كانوا يناظرون الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليهم وهذه خطة خبيثة من الحاكم العباسي آنذاك لمحاولة لأن يجعل هناك أو يجد هناك ضعفا وعزا لا سامح الله عند الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه لكن أنذاك وهم الأمة المعصومون من الله سبحانه وتعالى ولديهم العلم الذين نهلوه من الإمام أمير المؤمنين عن النبي صلى الله عليه وآله فكيف يكون لديهم ذلك لكن هؤلاء أغواهم الشيطان وجلسوا ورصدوا المحاربة لأمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه وهناك العديد والكثير من الجوانب المهمة في حياة الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه عسى أن نتعرض إليها في وقت لاحق إن شاء الله نتوجه إلى الله تعالى ببركة الصلاة على محمد وآل محمد أن يعجل لولينا الفرج وأن يجعلنا من أنصاره وأتباعه والمستشهدين بين يديه أن يمن بالرحمة الواسعة على الشهداء ويوسكنهم فسيح جناته أن يمن بالصحة والعافي على الجرحى والمرضى أن يمن بالأمان على المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها أن يجعلنا والجميع من الثابتين والمتمسكين بولاية أمير المؤمنين عليه السلام إنه سميع مجيب والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ترجمة نانسي قنقر